موسيقى خير الدين ماضوي الشاعات كثيرة خير الدين تفق مع الاتفاق ما تفقش مجرد اتصالات الأكيد أنه الاتصال كين لكن نظر فيه مستجدات بعد دلقاء وفاق ستيف الصورة ما هي وضعية خير الدين ماضوي الجديدة مع فريق وفاق ستيف شوف سامير صحيح كانت عندي اتصالات مع فريق الاتفاق خاصة مع رئيس الفريق عبد العزيز دوسري وين صحيح أن أعطيته الموافقة الأولية ولكن يعني تقدمنا منح في المفاوضات مع هذا الفريق وتفهمنا على كل شي تقريبا ولكن الشرط الوحيد هو كان عندما أنه نلتحق يعني هذا الأسبوع ونفسخ العقد مع الفريق وأنا كانت عندي أيضا بعض الشهورات يعني وين تكلمت مع حسان أنا قلت له لكان عندي عرض يعني لبس به ويجي يعني يعني يجيني عرض مليح يعني هو كان يسرحني بدون 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 مضايقة يعني بدون مشاكل ومنظرنا الشي اللي حدث أنه ما تفهمناش على يعني الالتحاق تعي بهذا الفريق فقط أنا ما نقدرش نترك فريقي يعني بدون مدرب ونترك الفريق تعي خاصة في هذه الظروف صعبة وإن كان تكاثف المقابلات عدي المنضيال أيضا راح نلعبه يعني وتسارعت يعني كيما نقوله إحنا أنا ورئيس تسارعنا في الأمور الجدية بها يعني نطفيوا هذه النار وتفهمنا على كل شيء أنه راح نبقى في الوفاق ويعني وإذا كان دايما عرض يعني يكون اللباس ليه مغري يعني مش مشكلة في التفاوض مع الوفاق إذن رسميين خير دين باقي مضوي باقي في وفاق ستيك إن شاء الله إن شاء الله هذا هو التفهم مع الرئيس خاصة بعد مبارة شبيب تصوره ونتفهمنا على هذا الموقف وهذا المبدأ اللي كان يعني ملول يعني أنا ما نكذبش عليه كان موقف ودايما علاقته ثقة مع رئيس حسان حمار دايما علاقة ثقة ونظرنا ذوي ما كان حتى إشكل في هذا الشي لأنه صحيح أنا تعبت في بعض الأحيان وفكرت أنه نترك يعني تعبت شوية فقط نعرفوا الأسباب اللي خلتك تفكر يعني هذيك الجزء التفكير اللي خلتك ممكن تروح من الفرق وشني هو يعني تعبت فقط تعبت تعبت فكرت حتى أنه نحبس يعني ما كانش عندي اتصالة من نهار الأول قلت على أقل نأخذ وقت كافي للراحة شوية ونظرنا هو قيل ما عنديش عنديش الظرف الراحة ما كانش نعم عليش تسمى قدرون قلوب اللي اللعب ترى بطاة الأبطال الأفريقية وفي هذا السن كالك ضغط ضغط نفسي كبير نقولوه كان ضغط كبير ومسؤولية كبيرة وتعب كبير يعني حتى للعبين المساكن يعني أرام هما يبحثوا إلا على نهار ونهار انتع رحة تشوف يعني مساكن اللعبين ويني يحبوا فقط نزيدهم يوم يومين تعراحها على قلبها يرتاحوا موش موش راحة بدنية يعني راحة يعني ولكن خاصة من ناحية نفسيها نظن كان فيها ضغط كبير ومسؤولية كبيرة ويعني خاصة في المباراة هذه كالنهائية اللي يعني بذلنا فيها مجهودات كبيرة وبذلنا طاقة كبيرة يعني في هذه المباراة يعني حتى اللعبين مش نتكلم على روحي ولكن نظن الحمد لله لما تكون ديناميكية مليحة ولعبين يستجيبوا الشي اللي اللي ننقدموا فيه نظن الشيبان أمام شابيب تصورها رغم التعب رغم الظروف اللي رحنا بها شابيب تصورها الناس كل تعرفها يعني صابحة المباراة ما درناش لاميزوفير ما درنهاش وقدرنا نرجعوا بتثني قاتس ماذا فريق عنده شخصية قوية عنده إمكانية كبيرة يقدر يصنع بها أي حاجة الظرف نغادر الفريق يعني بكل يعني بلا من دير ضجة كبيرة وقلا دير ضجة هذه الحكاية ولكن قدمت اتي ذاري الرئيس الدوسري والإدارة الاتفاق السعودي وناراني مع الوفاق قضية العقد مع الوفاق ستيف يعني يعني الأنصار ممكن ما يعلموش بأنك كان عندك شبه عقد تع مدرب مساعد ونيل ترابطة أبطال إفريقية وانت دوما يعني بشبه عقد شوية كالكبار ما نقول لك والله المشكلة الرئيسي ما هو عقد ما هو أموال ما كان عن تحتها مشكل مع حسان حمار ودائما أنا كنت نخدم يعني أنا نقول لك عندي علاقة ثقة مع إدارة وفاق ستيف الجامع يعني تكلمت على هذه الأشياء أسحيح في بعض أحيان يعني تقلقني هذه الأمور تقلق شوية ولكن نظل الأمور حتى بداية سنة يعني كل أمور كانت واضحة بالنسبة لي حتى ثقة الإدارة فيها بأن يكون مدرب أول بالنسبة لذا الفريق يعني مسؤولية كبيرة بالنسبة لي ما حبيش نتكلم كثير على العقد وأمور العقد والأمور المالية هذه ما حبيش نتكلم عليها لأنه هدف ربي تتأبطى الإفريقية كان أكبر من أن نتكلم على هذا الشي طبيعة الحال نظن تقلق في بعض الأحيان تخليك تفكر ولكن المشروع الرياضي منظن الأهدف الرياضية اللي إحنا وأنا خاصة في هذا السن يعني ما نقدش نتكلم على هذا الحواج نتكلم دايما على النتائج نتكلم دايما على طموح الفريق ودائما ما نخلي أيضا يعني الفريق يكون مرتاح من النسبة لي لأنه المدرب دايما هو اللي يمد صورة المليحة لليعبين لما تشوفوا المدرب ما تقلق والله يعني يكون في حالة موش مليحة طبيعة الحال اللعبين راح أيضا يكونوا في نفس الحالة ولذا دايما نحب النمد دايما صورة المدرب اللي مرتاح يعني ما عنديش مشاكل ودايما اللي عنده ثقة ويعني يكون بأمان اللي خلى دايما الفريق تاعي واللعبين أنهم يستغلوا هذا الصورة الجيدة على الطاقة ما بطبيعة الحال يخليهم يظهروا بصورة جيدة فوق رضية الميدان الهدف الأسمى تحقق ولكن انت في خطابك مع اللعبين قبل تنقل البشار قلت خلاص رابطة أبطال أفريقيا أصبحت من الماضي هناك أهداف أخرى نلعبوا لها ما هي هذه الأهداف في مخطط الطريق والأخارط الطريق المدر الماضوي للموسم رياضي 2014-2015 مبقاش نتكلم على رابطة أبطال أفريقيا 2014 خلاص أنا كان لكلام مباشرة بعد النهائي أنه ننسى تماما هذا التتويج وإخلاص يعني من الماضي أصبحت من الماضي مبقاش كلام على ذوك تبقى كلام على حواج قرين عادنا البطوحية وهي البطوحية وهي البطوحية اللي خرجوا من الوضعية اللي رأنا فيها والتقرب من البوديوم وعادنا الموندياليتو أيضا اللي لازم نحضره كما ينبقي لازم يكون فريقي واجد مياب بلمي من كل جوانب المباراة الأولى يعني الهدف الأول أنه العبور المباراة الأولى ولعب نسى نهائم مثل نورانسو وأيضا كين هدف سوبر كوب كأس كأس سوبر الإفريقية مع فريق اللي راح يخذ الكأس الكاف وبطبيعة الحال تأهل إلى دور المجموعات 2015 هذه الأهداف الحقيقية والإستراتيجية اللي راحين نتبعها أنه نسيان كأس ربطة أبطال إفريقيا راحين دايما ندخل بثوب البطل بثوب أحسن فريق في إفريقيا بطبيعة الحال وهذا الشي نورمال مو يخلي اللعبين يحفزهم ويعطيهم أكثر ثقة بها يلعبوا بكل إمكانية توحد في الأخير هل المست وجود شخصية بطل إفريقيا في نفسية اللاعبية وتصرفاتهم وتعاملهم مع مجرية المقابلة المحلية في ملعبي عشرين أوت بالعاصمة أمام الشابيبة وفي ملعب عشرين أوت ببشار أمام شابيس السورة طبيعة الحالة لما تشوف فريقي يكون عنده دايما رد تفعل إيجابية لأنه صحيح مقبرة شابيس القابل كنت متخوف منها كثير لأنه تاريخي كان مواضح بالنسبة الفريقي بعد التتويج ولكن الشوطاني كيشفنا عودة الفريق فهمنا أنه أنه الفريق يلعب بثوب البطل يعني يعني ميخافش يلعب بكل أمان بكل ثقة يعني عنده حماية كبيرة يعني حماية ما نشوفها شحنة وهي أنه يلعب بثوب البطل يعني الفرق كامل تتعقد من هذا الشي ونظن فرض نفسه مع شابيس القابل حتى مع شابيس القابل حتى مع شابيس تصورة حتى في التسيير تاع المباراة لأنه كلامي كان واضح مع اللعبين قبل المباراة أنه منهجمش طبعا كل فرق تحب تربح وفاقستي وتحب تخلص المباراة مبكرا معك الشي اللي قاموا به لعبنا يعني يعني قاعدوا متمركزين جيدا في الدفاع في وسط الميدان دفاعي والشوط الثاني قدرنا يعني نخلقوا الفارق وقلنا قادرين نفوزوا بأكبر نتيجة ولكن نسيان بصح لكن نحن الجدية ذركها مع المباراة هذه للمتبقية لأنه لازم تركيز كبير لازم أيضا تحذيرنا أيضا من ناحية البدنية والنفسية لأنه يعني تخرج من رابطة أبطال إفريقيا وتدخل في البوطولة الحمد لله كانت عندنا نتيجتين إيجابيتين خارج الميدان لازم نبحثوا عن نتيجة إيجابية فوق رضي ثمين خاصة أنه هذا النتيجة طال أمدها يعني من عشرين ماي الفين وربع عشر الفريق مفاش في ميدان ومحليين بحضر الجمهور لازم لازم نحوى هذه العقدة إن شاء الله نضمن مشكلة مشكلة تركيز فقط ما كان حتى مشكلة يعني الفرص نخلقوها ولكن تجسيد ما يكونش مشكلة تركيز إن شاء الله يكون فريقي مركز كما ينبغي في المباراة القادمة في ثمانية مين خمسة عربين